وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن الوزارة شرعت في أعمال صب القواعد الإسمنتية الأساسية لوحدات مشروع الرملي الإسكاني إيذاناً بانطلاق الأعمال الإنشائية في هذا المشروع السكني المتكامل والاستراتيجي وأكد الوزير أن مشروع الرملي يعد من أهم المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في الوقت الحالي ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة حيث سيتم بناء 3520 وحدة وشقة سكنية بالمشروع مراسلنا يحيى العمري والتفاصيل في إطار استمرار وزارة الإسكان تنفيذها المشاريع الاستراتيجية في مدن البحرين الإسكانية الجديدة تتواصل الجهود المكثفة لمنتسبي الوزارة هنا في مشروع الرملي الإسكاني الذي بدأت فيه أعمال صب القواعد الإسمنتية الأساسية للوحدات الإسكانية إذانا بانطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع تم تخطيط المشروع لبناء ما يقارب من 3520 وحدة سكنية ما بين بيوت وشقة الآن نحن بدأنا في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تألف من 1265 وحدة سكنية في صورة بيوت والمرحلة الثانية لتقريبا 2300 شقة سيتم إن شاء الله بناءها في المستقبل القريب فعلى هذه الأرض سيتم بناء مشروع سكني متكامل يشمل 3520 وحدة وشقة سكنية بالمشروع ليستوعب ما يعادل 32500 نسمة بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله حيث ستنتهي المرحلة الأولى منه والتي تتضمن تنفيذ 1265 وحدة سكنية مع حلول عام 2019 تم ترسية العقودة وتم ترسية المناقصات بناء الوحدات السكنية على أربع مقاولين تم البدء في بناء الوحدات كما ظاهر في الصورة يسير العمل بوطيرة متسارعة نحن الآن حتى سابقين البرنامج الزامن الموضوع يتم صب تقريبا ما يقرب من ثمان قواعد يومية بدأت وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع الرملية وذلك ببناء 1261 وحدة سكنية تحت إشراف مهندسين وزارة الإسكان الذين يقومون بتطبيق أحدث المغاصفات العالمية بهذا المشروع واختبار المواد عن طريق المختبرات المعتمدة بالمملكة وأيضا عن طريق بالتعاون مع مختبرات وزارة الإشغال انطلاق مشروع الرمل يأتي بعد أن أبرمت وزارة الإسكان مؤخرا عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع دي 11 بمشروع الرمل الإسكانية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 56 مليون و700 ألف دينار كمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر برنامج التنمية الخليجية ملامح مشروع الرمل الإسكاني ها هي تتضح وترتسم على أيدي العمال والمهندسين بوزارة الإسكان إذانا بانطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي الذي يلب احتياجات المواطن البحريني على موقع استراتيجي وهام وحيوي على خارطة المملكة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين